ان شاء الله كل الامنيات وكل الدعوات تكون البطولة لتناشر باذن الله من نصبنا امام الترجي التونسي النادي الاهلي اللي دايما بيمر بظروف صعبة منذ انطلاق بطول الدوري ابطال افريقيا غيابات مهمة جدا في وقت ملوقات بنشوف محمد الشناوي وهو الحارس الاساسي وحارس منتخب مصر بيغيب بسبب ظروف اصابة قوية لكن بنشوف مصطفى شبير وبيعلن عن نفسه وبيتقلق وبيظهر حارس واعد صاعد جديد للكرة المصرية والنادي الاهلي بنشوف غيابات في المشوار لياسر ابراهيم بعد التقلق ايضا اليو ديانج وبيرجع مرة تانية امام عشور وكأن هو ده قدر النادي الاهلي حتى في مباراة بكرة عندنا غيابات مهمة جدا غيابات تتمثل فيه عمر السلية واحد من عناصر الخبرات الكبيرة جدا داخل فريق النادي الاهلي وبنتكلم على احمد نبيل كوكا واحد صاعد واعد بدأ يحجز اساسه يحجز مكانه في التشكيلة الاساسية لفريق النادي الاهلي لكن باذن الله كلنا ثقة في اللعبة الموجودة كلنا ثقة في اللي هيلعب بكرة وهيمثل النادي الاهلي كلنا ثقة في التشكيلة والناس اللي قعد على الدكة وانا بقول النهاردة ان المدلاء باذن الله هيكون ليهم دور مهم جدا نتمنى التوفيق لمستر كولر في التشكيلة الاساسية وطريقة اللعب اللي هيحطها بكرة لموجهة الترج زي ما احنا عارفين ان الترج فريق كبير واحد من الفرق الكبيرة اللي بتقدر او بتعرف تفوز بالبطولات السنين اللي فاتت كان بمر بظروف صعبة في دوري ابطال افريقيا لكن خلال السنة اللي فاتت والسنة دي بدأ يكون تيم بدأ يبقى عنده مدير فني برتغالي عنده خبرات كبيرة بيقدر يدور المباريات بشكل جيد خاصة بيلعب على النواحة الدفاعية بيلعب على المرتدات برضو بدأ يجيب صفقاته لعيبة مميزة فمبارات بكرة مباراة صعبة البعض كان بيقول ان رادس ملعب الاهلي ده كان في الماضي لكن احنا بنتكلم عن مباراة بكرة مهمة جدا وهو ده اللي ظهر في تصريحات مستر كولر في المؤتمر الصحفي النهاردة وهو قال ان مباراة الترجي بكرة بمشيئة الله مش هتكون مباراة سهلة قدرنا نفوز عليهم السنة اللي فاتت لكن كان عندهم ظروف بسبب حضور الجماهير البكرة هنشوف الاستاذ مليء بالجماهير كمان الترجي التونسي قدر يغير بعض اللاعبين عنده ويضم صفقات ولعبين مميزين فهو بيوصل الرسالة للاعب النادي الاهلي مباراة بكرة مباراة مهمة مباراة محتاجة تركيز خلال التسعين ديئة خلال التسعين ديئة النهاردة ازاي اقدر اقسم المباراة لقدر الله دي مباراة في كرة القدم لقدر الله لو النادي الاهلي تلقى هدف الشكل بعد الهدف ممكن يكون ازاي طريقة اللاعب تكون ازاي لو تقدم النادي الاهلي بهدف طريقة اللاعب والشكل بداية المباراة اللي هي بتكون عنصر مهم جدا بداية المباراة ودخول لعب النادي الاهلي المباراة بتعكس شكل كبير جدا خلال التسعين ديئة كمان الكرات السابتة وهي دي التفاصيل الصغيرة لمستر كولر تكلم عنها النهاردة الكرات السابتة سواء الكرات السابتة الدفاعية او الهجومية والنادي الاهلي مميز وشوفنا مباراة كتير قدر يفوز بيها النادي الاهلي بكرات سابتة وخاصة كمان شوفنا في بطول الدوري ابطال افريقيا السابقة امام الوداد وقدر محمد عبد المنعب نقدر نرجع لمباراة الوداد مرة اخرى فسواء هنا او هنا مباراة الكرات السابتة من العناصر المهمة خلونا ايضا نروح لشيء تاني مهم جدا في مباراة الاهلي والترجي والبعض كان بيلعب على الوطر ده وعلى الشكل ده وكان دايما عايز الاجواء ملتهبة ما بين الاهلي والترجي لكن شوف استقبال رئيس نادي الترجي الاستاذ حمدي المؤدب وهو من الشخصيات المحترمة وهو بيروح المطار بيستقبل كابتن محمود الخطيب وبعثة النادي الاهلي وكل لعب النادي الاهلي ياريت لو معنا الصور واللقطات ننزلها واحنا بنتكلم ده بينوم وبيعكس العلاقات الكبيرة جدا